استيقظت إسرائيل على انقلاب في الساحة السياسية الحزبية بإلغاء الانتخابات المبكرة وانضمام زعيم المعارضة شاو المفاز إلى اتلاف مع بن يامين نتنياهو وتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة الاتفاق الذي يشكل منعطفا سياسيا مفاجئا جاء في الدقيقة التسعين وقبل ساعات من مصادقة الكنيسة على قرار الحكومة الإسرائيلية بتبكير موعد الانتخابات وفي مؤتمر صحافي اتفق مفاز ونتنياهو أن حكومة وحدة وطنية هي مصلحة عليا لإسرائيل وهي الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية بهذه الوحدة يمكن أن نعيد الاستقرار من دون انتخابات كما يمكن ضمان ميزانية قادرة على تلبية الحاجات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لإسرائيل مفاز الجنرال ووزير الدفاع السابق الذي خاض معركة عدائية غير مسبوقة مع نتنياهو منذ أشهر متهما إياه بالكذب قبل على نفسه أن يكون نائبا له ووزيرا بلا وزارة وقد فسر خطوته بأنها ضرورية لإعادة استقرار إسرائيل في مواجهة التحديات الخارجية ودفع عملية السلام يمكن بهذه الوحدة التواصل إلى تسفية سياسية دائمة تضمن السلام كما يمكننا أيضا مواجهة التحديات والتهديدات الموجهة إلينا من كل اتجاه أما أحزاب المعارضة التي احتجت على الاتفاق فقد اعتبرته خدعة نئة تهدد النظام الديموقراطي وحذرت من أبعاد وحدك هذه يكون فيها عدد نواب لإتلاف 94 نائبا من مجموع 120 هذا التحالف المفاجئ هو انتصار لنتنياهو الذي سيصبح أول رئيس حكومة بهذه القاعدة البرلمانية الواسعة ومكسب لمفازن الذي كان حزبه سيتحطم لو خاض الانتخابات لكن التحالف كهذا بين القوي والضعيف لن يأتي بتغيير جوهري في سياسة الحكومة الإسرائيلية في المنظور القريب أمالش حادي من مدينة حيفا